موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بتلميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني مادة اللغة العربية مع المحور الرابع بعنوان التواصل الموضوع الثاني بعنوان أتفاعل درسنا النهاردة يا أصحابي عبارة عن القصة المشتركة فكر أولا تعالوا يا أصحابي نعرف مع بعض أحداث قصة النهاردة قصتنا بتقول كريم وريم أخ وأخت وريم هي الأكبر سنا كريم طفل صغير ومندفع لكنه يحب ريم أخته ويحترم كلامها ذات مرة دخلت ريم على كريم فوجدته قد قام بتلوين الطاولة سألته ما هذا يا كريم هل ما فعلته سيسعد أمي كم ستتعب في تنظيفه يبا يا أصدقائي صديقنا كريم وأخته وريم زي ما قلنا ريم هي الأكبر سنا وكريم هو الصغير وطبعا هو متهور ومندفع ويكون بفعل بعض الأفعال الخاطئة فذات مرة عندما دخلت عليه أختها وريم فوجدته يكون بتلوين الطاولة فعندما سألته ما هذا الذي فعلته وأن هذا الشيء سيتعب أمهم وستتعب في تنظيفه فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر أمه وقال أنا أخطأت وأنا مسؤول عن تصرفي وسأنظف الطاولة يبا هنا صديقنا كريم شعر أنه عمل شيء خطأ وأنه قام بتلوين الطاولة وقال أنه سيكون بتنظيف هذه الطاولة وفي يوم من الأيام كان كريم في مكتبة المدرسة يتصفح أحد القصص بين يديه ولكنه كان يحدث ضوضاء عالية نظرت إليه أمينة المكتبة وقالت ما أثر الصوت العالي على جملائك بالمكتبة ده صديقنا كريم يكون بعمل كثير من الأشياء الخاطئة أول شيء أنه قام بتلوين الطاولة وطبعا إحنا لازم نريح أمهاتنا يا أصدقائي لأن أمنا هي التي تقوم بتنظيف المنزل فعندما نقوم بتلويث الأشياء هي التي تتعف في تنظيف هذه الأشياء ثانيا عندما ذهب إلى المكتبة وكان يتصفح إحدى القصص كان يحدث ضوضاء كان يحدث صوتا عالي طيب إحنا طبعا عارفين أن المكتبة تحتاج إلى الصوت المنخفض والهدوء وأن نقرأ في سرنا علشان ضاكي زملائنا اللي بيقرأوا حوالينا هم كمان يعرفوا يركزوا في اللي بيقرؤوا فطبعا أمينة المكتبة وهي المسؤولة عن المكتبة قالت ما أثر الصوت العالي على زملائك بالمكتبة يعني صوتك العالي ده هيأثر على زملائك في المكتبة وهيخليهم مش عارفين يفكروا أو يركزوا كويس في اللي هم بيقرؤوا فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر زملائه وقال متأسف سأحافظ على الهدوء في المكتبة عاد كريم إلى بيته وحكى لأخته عن موقف أضحكه كثيرا وقال كان حسين ينزل على درج المدرسة ووقع مثل البطريق وطبعا صديقنا كريم كالعادة شعر أنه هو تصرفه غير صحيح وده طبعا يا أصدقائي اللي المفروض اللي احنا كلنا نعمله أما تكون بفعل شيء خاطئ المفروض أن أنت تكون بتصليحه أو تعتذر عنه فطبعا هو اعتذر لزملائه وقال متأسف وأنه سيحافظ على الهدوء في المكتبة وعندما رجع إلى البيت حكى لأخته عن موقف أضحكه كثيرا فطبعا هذا الموقف أن صديقه حسين كان ينزل من على درجة سلم المدرسة ووقع وطبعا هو قعد يضحك عليه وبسله بالبتريك فهذا شيء خاطئ يا أصدقائي طبعا أنه ضحك على أحد زملائه فالمفروض أنه يساعده في هذا الموقف مش يضحك عليه تعالوا نكمل قصتنا ونشوف عمل إيه قالت ريم يا كريم هل ضحكتك جعلت حسين يضحك؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر صديقه حسين وقال ما رأيك يا ريم سأصنع له بطاقة أعتذر فيها وأكتب له كلمات فكما جعلت أفعالي تحزنه سأجعل كلماتي تسعده وهنا طبعا ريم الأخت الكبيرة كلمت أخوها كريم وقالت له هل صديقك حسين اللي أنت ضحكت عليه وهو نازل من على درج السلم ووقع ضحك مثلك؟ فطبعا هو قعد يفكر كده إزاي إن التصرف بتاعه ده قد إيه خاطئ وقد إيه أثر على صديقه حسين وعلى مشاعره وطبعا حب إن هو يصلحه فقال إن هو سيصنع له بطاقة يعتذر فيها فزي ما قام بفعل يحزنه سيكون بفعل آخر يسعده ويكتب له كلمات تجعله يسعد قالت ريم يا كريم يجب أن تفكر في نتيجة تصرفاتك على من حولك لا تتصرف قبل أن تفكر إن وجدتها ستسعد غيرك ففعلها وإن وجدتها ستغضبهم فلا تفعلها طبعا هنا أخت ريم قالت له يا كريم يجب أن تفكر في نتيجة تصرفاتك يعني المفروض أن أنت تفكر الأول في الفعل قبل ما تكون به ليه بقى عشان تشوف آثره على من حولك لو أنت هترضى أو تكون راضيا عن هذا التصرف فقوم بفعله لأنه كما سيسعدك سيسعد غيرك لكن أنت لما تكون بفعل شيء خاطئ وإنت عارف إن هو يخضبك فلا تفعله لأنه سيغضب أيضا الآخرين قالت ريم يا كريم يجب أن تفكر في نتيجة تصرفاتك على من حولك لا تتصرف قبل أن تفكر إن وجدتها ستسعد غيرك ففعلها وإن وجدتها ستغضبهم فلا تفعلها وهنا أخت ريم بتنصحه وبتقوله إن أنت المفروض تفكر في التصرف الأول لو التصرف بتاعك أو الفعل اللي أنت هتكون به عارف إن هو هيسعد الشخص الآخر فكون به إنما أنت لو عارف إن هو هيغضب الآخرين وهيزعلهم منك فلا تكون به ولا تفعله دلوقتي يا أصدقائي جمعتنا نعرف مع بعض الكلمات الشائعة التي تعرضنا لها خلال قصة فكر أولا كلمة أبي أمي قال قالت أنا أيضا في و أل ودي أصدقائي الكلمات المهمة اللي قبلتنا في الكصة واتقررت كثيرا طيب هنا يا صديقتي كنت عايزة بس كده أسألك بعض الكصة الجميلة بتاعتنا اللي احنا قلناها استفدت إيه من كصتنا أو ماذا تعلمتي من الكصة تعلمت أن أفكر قبل أن أقوم بأي تصرف وأفكر في أثر هذا التصرف على من حولي إذا كان تصرفي سيصعد الآخرين سأفعله أما إذا كان سيغضبهم فلا أفعله نمتاز يا صديقتي يلا بينا نكمل والآن يا أصدقائي تعالوا معا نحل بعض التدريبات على قصة النهاردة ضع وجه ضاحك أمام التصرف الصحيح ضع وجه ضاحك أمام التصرف الصحيح كريم يحدث ضوضاء في المكتبة هذا تصرف هذا تصرف غير صحيح أحسنتي كريم يفكر في نتيجة تصرفاته على من حوله هذا تصرف صحيح نضع إيه وجه ضاحك أحسنتي كريم يساعد أمه في تنظيف المنزل تصرف صحيح أحسنتي نضع وجه ضاحك بارك الله فيك يا صديقتي والآن يا أصدقائي جمعتنا مع سؤال المتفوقين سؤال المتفوقين اللي معايا النهاردة بيقول ماذا تعلمت من القصة هكرر السؤال مرة تانية ماذا تعلمت من القصة يلا يا أصدقائي يلا يا أصدقائي فكر في سؤالنا يلا أنت الآن على وشك الانتهاء من التفكير انتهيت من التفكير ومستنين إجابتكم في التعليقات دلوقتي يا أصدقائي جمعتنا مع الأسليب قادة الأسليب اللي هنشرحها ونفهمها النهاردة مع بعض الفعل المدارة نحن عارفين يا أصحابي أن الفعل هو عمل نقوم به طيب وعارفين أن الفعل له أنواع الفعل الماض الذي حدث وانتهى وقت حدوثه والفعل الأمر عندما أطلب منك فعل شيء معين النهاردة يا أصحابي هنتكلم عن النوع الثالث من أنواع الفعل وهو الفعل المدارع الفعل المدارع يا أصحابي هو عمل نقوم به وما زال وقت حدوثه مستمرا طيب تعالوا نتعرف مع بعض على الفعل المدارع من خلال الأمثلة زي ما احنا شايفين كده يا أصحابي هاي ماذا تفعل الأم؟ تغسل أحسنتي الأم إيه؟ تغسل طيب ماذا يفعل الولد؟ يرتب سريره يرتب سريره الفعل تغسل فعل مدارع والفعل يرتب أيضا فعل إيه؟ مدارع تعالوا نشوف الأمثلة معنا أول حاجة يا أصحابي ألون هاي ألون أقرأ أقرأ أصلي أصلي هذه الأفعال يا أصحابي لم ينتهي وقت حدوثها وما زال وقتها إيه؟ مستمرا يبقى هقول على هذه الأفعال نوعها أنها فعل إيه؟ مدارع أحسنتي فعل مدارع لاحظ كده معايا الفعل ألون أقرأ أصلي هذه الأفعال بدأت بحرف الألف الألف آه يعني الفعل المدارع يا أصحابي ممكن أن يبدأ بحرف الألف متى يبدأ الفعل المدارع بحرف الألف؟ عندما يكون الشخص المتكلف هو صاحب الفعل عندما أقول مثلا أنا ألون أنا اللي بتكلم يبقى الفعل المدارع اللي أنا هقوله يا أصحابي يبدأ بحرف الألف أنا أقرأ أنا أصلي يبقى عندما يا أصحابي يكون صاحب الفعل وهو المتكلف يبدأ فعل المدارع بحرف الألف تعالوا نشوف المجموعة الثانية من الأمثلة يلون يلون يشرب يشرب يصلي يصلي آه لحظ كده معايا الأفعال المدارعة اللي معايا بدأت بحرف الياء الياء لماذا بدأت نزيل أفعال بحرف الياء؟ الفعل المدارع يا أصحابي يمكن أن يبدأ بحرف الياء عندما نتحدث عن شخص آخر مذكر عندما أقوله مثلا هو يلون أو محمد يشرب أو المعلم يصلي عندما يأتي الفعل المدارع للمذكر يا أصحابي يبدأ بحرف الياء؟ طيب تعالوا نشوف مجموعة أخرى من الأمثلة نذهب نكتب ننام حقرأ الأمثلة مرة أخرى نذهب نكتب ننام لحظة كده معايا هذه المجموعة من الأمثلة بدأت بحرف النون لماذا؟ آه يا أصحابي يمكن أن يبدأ الفعل المدارع بحرف النون بحرف النون إذا كان المتكلم جمع عندما مثلا نقول نحن نذهب إلى المدرسة كل صباح نحن نكتب الواجب يوميا نحن ننام مبكرا آه يبقى هذه الأفعال بدأت بحرف النون لأنها تتحدث عن الجمع أو أنها تعبر عن الجمع المتكلم طيب تعالوا نكمل مع بعض دلوقتي يا أصحابي هنتكلم عن القاعدة بيقول لي الفعل المدارع هو الفعل الذي نقوم به وما زال يحدث ومستمر إلى الآن آه أن الفعل المدارع نقوم به شيء بنعمله بنعمله وما زال يحدث لسه مخلص ومستمر إلى الآن والحدد الوقت لسه مستمر في الحدوث طيب تعالوا أسمع معاكم مرة أخرى هيا الفعل المدارع هو هو الفعل الذي نقوم به وما زال يحدث ومستمر إلى الآن أحسنتي بارك الله فيك يا صديقتي تعالوا مع بعض نشوف التدريبات والأنشطة بيقول لي ضع دائرة حول الفعل المدارع عندنا مجموعة من الكلمات في أفعال وفي أسماء وفي أيضا إيه حروف طيب تعالوا مع بعض نقرأ الكلمات يأكل، سمع، مدرسة، نشرح، في، أتعاون، كتب، نرتب ويلا يا صديقاتي كده سعديني ويلا مع بعض نضع دائرة حول الفعل المدارع أول فعل مدارع عندي إيه؟ يأكل أحسنتي بارك الله فيكي أول كلمة في الكلمات اللي عندي كلمة يأكل وكلمة يأكل هي عبارة عن فعل مدارع يبدأ بحرف الياء الياء أحسنتي طيب ها سمع فعل مدارع لا يميز دا شيء انتهى حدث وانتهى آه يعني فعل إيه؟ ماضي ماضي أحسنتي طب مدرسة مدرسة دي اسم ياميس أخرها تأمر بوتة أحسنتي اسم مكان واخرها تأمر بوتة تباقس طيب نشرح دا يا ميز فعل مدارع أحسنتي فعل مدارع ويبدأ بحرف النون أحسنتي طيب فيه حرف جر أحسنتي طب أتعاون فعل مدارع فعل مدارع نضع عليه دائرة ويبدأ بحرف الألف أحسنتي طيب كتب فعل ماضي طب نرتب فعل مضارع فعل مضارع نضع عليه إيه دائرة ويبدأ بحرف النون النون طب حرف الواو ده حرف عطف يا ميس أحسنتي بارك الله فيك يا صديقتي أكمل بالفعل المضارع المناسب أكمل بالفعل المضارع المناسب نقط التلميذ إلى المدرسة يلا فكري كده معي يا صديقتي ها يذهب أحسنتي يذهب التلميذ إلى المدرسة صديقتي وضعت الفعل يذهب في أول الجملة طيب ليه اخترت الفعل يذهب يبدأ بحرف الياء لأنه فعل مضارع أحسنتي لأنه فعل مضارع وجاء بعده كلمة التلميذ مذكر فبدأ بحرف الياء طيب نقط الطبيب المرضى يعالج أحسنتي يعالج الطبيب المرضى بارك الله فيك يا صديقاتي طيب يلا إيه؟ نقط الطفل من النوم مبكرا يلا نختار فعل مع بعض نكتب فعل مع بعض يصحو يصحو أحسنتي بارك الله فيك سؤال آخر يا أصدقائي بيقول لي حول الفعل الماضي إلى مضارع يلا نشوف الكلمات اللي معايا أول كلمة عندي كلمة شاريبات ها وليلي كده الكلمة شاريبات ها نوعها إيه؟ يا ميز ده فعل ماضي وبيدل على المؤنس آآ عرفت منين أن هذا الفعل الماضي يدل على المؤنس؟ عشان يا ميز شاريبات أخرها تاق آآ آخرها تاق بنقول عليها يا أصحابي تاق التأنيز يبقى التاق اللي في آخر الفعل الماضي دي تاق التأنيز لما أحول بقى إلى فعل مضارع ها هيبدأ الفعل المضارع بإيه؟ بتاق التأنيز أيضا يبقى الفعل شاريبات هحاوله هتبقى تشرب تشرب أحسنتي ليه كتبته تشرب مش يشرب لأن أنا عندي الفعل الماضي بتاعي كان يعبر عن المؤنس وينتهي بتاق التأنيز عشان كده الفعل المضارع أيضا بدأ بحرف التاق ليه؟ ليدل على المؤنس طيب تعالوا يا أصحابي نشوف كلمة تانية سمع ها الفعل سمع نوعه إيه؟ فعل ماضي فعل ماضي عايزة أحوله إلى مضارع هيبقى إيه؟ يسمع يسمع أحسنتي ليه خليته يسمع بحرف الياء؟ لأن الفعل سمع الماضي كان يعبر عن المذكر فالمضارع أيضا خليته برضو يبدأ بحرف الياء ليعبر عن؟ المذكر أحسنتي بارك الله فيكي أكمل شبكة المفردات واحنا عارفين يا أصحابي أن شبكة المفردات عبارة عن كلمة وبنجيب كلمات مرتبطة بيها الفعل المضارع يا ميس هقول مثلا مثل يفعل أحسنتي ومثل يأكل زي ما قلت يفعل يأكل يلعب يلعب وكمان يا ميس ممكن أقول يشرب يشرب أحسنتي بارك الله فيكي وصلنا مع بعض السؤال المتفوقين يلا نقرأه مع بعض حول الفعل الماضي إلى مضارع سمع الولد أغنية لعب أحمد بالكرة نقرأ تاني سمع الولد أغنية لعب أحمد بالكرة يلا يا أصدقائي يلا مع بعض فكر بسرعة في السؤال بتاعنا أنت الآن على وشك الانتهاء من التفكير انتهيت من التفكير مستنيين إجابتكم في التعليقات ضع دائرة حول الأشياء التي تنجذب إلى المغناطيس طب هو إيه المغناطيس دا يا أصحابي المغناطيس يا أصدقائي دا شيء بيجذب إليه المعدن المغناطيس دا عبارة عن شيء بيجذب إليه المعدن المعدن زي إيه؟ هنشوف مع بعض من خلال سؤالنا طيب عندنا في الأشكال الموجودة قدامنا دلوقتي دبوس وإيه كمان؟ وعجب يا ميس عجب أحسنتي وكرة كرة ومسماء مسامير مسامير أحسنتي بارك الله فيك إحنا اتفقنا أن المغناطيس ينجذب إليه الإيه؟ المعدن المعدن طيب في إيه موجودة عندك من المعادن ينجذب إليه المغناطيس؟ عند الدبوس يا ميس الدبوس طبعا هينجذب إليه لأنه من المعادن أحسنتي والمسامير والمسامير أحسنتي بارك الله فيك يلا بينا وصلنا مع بعض لسؤال المتفوفين وبيقول لي ضع وجه ضاحك أمام التصرف الصحيح كريم يحدث ضوضاء في المكتبة كريم يساعد أمه في تنظيف المنزل كريم يحدث ضوضاء في المكتبة كريم يساعد أمه في تنظيف المنزل فكروا كويس كده وشوف أهل التصرف الصحيح ونضع عنده وجه ضاحك أنتو الآن على وشك الانتهاء من التفكير انتهيت من التفكير مستنيين يا أصدقائي إجابتكم في التعليقات ونتمنى يا أصدقائي أن أنتو تكونوا النهاردة استمتعتوا بالقصة بتاعتنا واستفدتوا منها وكمان فهمتوا الفعل المضارع وإزاي نتعرف عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر